اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة سبعة الاف شخص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نسكوتشنج بيوروب. يعني شغلي عحالي. بس هيدا ما بيكافي. ولهلأ أبقول. أنا بكرة لازم كون أحسن من اليوم. يعني في نواقص كتير بحالي. وفي تاريخ كتير كبير اللي أزيت حالي بحالي. لأنه أنا أمريسكي برسن. ومثل ما ذكرت بالبداية. دايما بدي أعمل شي تأنجح. مثل ما أنا لما كنت ولد صغير بتذكر بالمدرسة ما كنت ألعب. كنت دايما روح على المكتبة افتح كتاب وقرأ. افتح كتاب وقرأ. ليه تحت المعلمة إذا سألت شي أنا بيين. لأنه بالبيت في ضعف. في بابا وماما عم بيقافوا. لفض نظر ببتك كان. سو بالمدرسة بدي أثبت وجودي. that's why كنت يونيك. وكنت دايما أقدر أثبت وجودي. بس دلأسف تحول البلد كمان. منقلت من الكويت على سوريا من سوريا على لبنان. خبصة يعني. فكان ترانزيشن بيريد بعمري عمر الخمسة عشر اللي هو أهم عمر. أنا نقلت من الكويت على سوريا على بيئة ما بتشبهني. فقدرت ضايم فيها تقريبا سنة ونصب بدك تقول مع محاولة انتحار حلوة. بعدين نقلت على لبنان. سو قصة كتير طويلة. شو بدك أحكي. شفت بهاله تمانعة واربعين سنة. آآ تانية القوية. تانية المضحية. تانية الجريئة. تانية الطموحة. آآ تانية المحفزة هلأ نحنا عم نشوف كمان والمنجزة. آآ تانية شجاعة جدا يعني. ما عم بعرف شو اللقب المناسب اللي بيلبق عن جدلة إليك. ولكن تانية العظيمة إذا بدنا نقول. وصلت لهالمرحلة. العظمة بس لربنا. أنا كتير مؤمنة بربي. ما بتتخيل قدي. أنا بشوف معجزات يومية. وصح أنا كتير إيجابية. أوفر إيجابية. يعني الزعل تبعي أو النكسات تبعيتي بتاخد يمكن سواني. يمكن في ناس تضحك علي بس أنا هيك. كل ما بزعل بتطلع هيك بقول ليك ما تزعل مني أنا مزعلانة والله العظيم مزعلانة. لأنه أنا ما بيستاهل ربنا أنه أنا أزعل. كرمي شو كرمي البني قدم كرمي المصاري كرمي السيارة كرمي البيت كرمي شو. ما إذا إذا ما آمن أنه أنت حياتك بإيده لازم تآمن أنه هو ولا ممكن يخليك تنضر. هيدا ما خصو بالدين. أنا أمي بتقلي أنا كافرة. لا بروح على الكنيسة ولا بقرأ أنجيل. لأنه أنا أصدر في الله. يعني ما عندي عنوان لرليجي. ما بقرأ قرآن و بقرأ أنجيل و بقرأ بوديزم بقرأ هندويزم بقرأ كل شي. سو بحب القوة تكون بالطاقة تبعيتي. أكيد في ناس بيروحوا للميديتيشن بيروحوا لليوغا ينايمت في كتير صور للروحانيات. أنا الروحانيات تبعيتي يمكن استخلصت بثلاث أحرف. دي ام او. الي هو سر أو توقيعي بالحياة فيك تقول. الدي ام او هو ممارسة يومية كيف ممكن أنت تتعامل مع حياتك كل يوم تقدر تراجع حالك كل يوم لأنه مثل ما أنت بتعرف بالمدرسة عادة شو بيقولوا بالامتحان راجع راجع راهن راجع راهن بتلاقي أغلاط. طب يا عمي ما عم بتعلموا الولد يراجع الامتحان طب علمونا نراجع حالك كل يوم. شو بيصير بس الراجع حالك كل يوم. هو بتلاقي كتير بيس بتلاقي سلام بتلاقي وقت الناس اللي بتقلك ما عندي وقت ما حدا يزعلك كذب هيدا ما في هيك شي في الف واربعمية واربعين دقيقة بنهار وفي خير الله لما حدا بيقول للتاني أنا يا الله عدميلادة نسيت العدميلاد شو اللي نسيتي بالعدميلاد انت ما نسيتي العدميلاد انت الشخص بحاد زيته منه مهم الحدث منه مهم. تتعلم لماذا؟ ليس قلة احترام للي قدم لا قلة احترام لحياتك انت لان حياتك ماشية. بتقوم على الصباح بتفرق عيونك بتقوم يا تأخرت نس كافا بقهوة يلا على الطريق هيدا بيدا يلا ما نتاع نشرب قهوة نارجل متروح هناك بترجع نعمل شي بالويكند. يعني الحياة هي عم بتجرك ما في بوز المتجوز يا حرام شو بيعمل المتجوز سنة الله بيقوله انه بدي واحد يتجوز ويخلف طبيعا ما يثمنا. بس ما في حياتك انت بده وفي حياته هو بده مش كل شي انه واحد يربي هالولاد تربية الولاد انا كيف بشوفها. بدهم يزعلوا مني يزعلوا. تربية الولاد مش به هالطريقة. الناس اخذ تربية الولاد كيف بدي تعميهم وشو بدي تعميهم وشو بدي تعميهم وشو بدي لبسهم من وين بدي لبسهم و اي مدرسة بدهم يروحوا. مية بالمية. واذا عندهم ايفون او بلاي ستشن نمبر فور نمبر فايف نمبر ما بل مدرسة شو هاي هي تربية الولاد. صح. انا بحبه يشيلوا الايفونات والبلاي ستشنات وهولي يحطوا داولة مدورة بالاسبوع مرتين قاعد مع اولادي اسمعون اسمعون ياخي يحكوا. نحنا انا بشوف الاميات والاهالي شو بيعمل. ياتو تليفون شاني سكوت. هلا. طب. الولاد شو كيف بتعلم. كيف بيندج وكيف بيمبسط. وكيف بيكون مسالم. تعرف كمية الولاد اللي كنت شوفة انا ADHD عندن. والله حرام هالولاد. ADHD مش بس بدك تواكبه بيدوا في كتير ناس عم بيعتوا ادوية. ويش. اي دونت اقري اتقول مع الدوا. بس. ADHD ماعنات الولاد بده مختلف. بده طريق التعامل مختلفة. نفس الشي كل الولاد اللي بيكبروا عندن مشاكل. بيسرقوا بيكذبوا. معظم الولاد بيكذبوا. بيكبروا مع الكذب. من الخوف. والمجتمع اللي بتشوفه والمشاكل اللي بتشوفه من وين اساسا. بستاني انت عم تطل باشياء شوي صعبة هلا عم بتكون بالمجتمع. او يمكن مش صعبة نادرة جدا صارت. هلا انا وقت بقول ايه انه انا عم بحلم بالمدينة الفاضلة. بس في اساسيات في لك. اساسيات بس انا اذا بروح على مطعم مع عائلتي. مثلا تلاقي عائلة عندها ثلاثة اربعة ولاد. الاب والام قاعدين عم يحكوا. او عم يأكلوا يلعبوا بالتليفون. والولاد عم يلعبوا بالتليفون. يعني بالمطعم وقت الاكل. اذا هيدا بدنا نقول الوقت الذهبي للعائلة بيكون هو وقت الغداء. تب انت بتشوفها نورمال. لا بس هيدا المجتمع هيك صار كيف اننا نحله. ما كيف. في قوة كبرى هي اللي بتعملها الميديا. انو في شي اكبر منا هو اللي بيسيرنا. متل ما الكارتونز عوقتي. انا ما بعرف قدي عملك بس عوقتي. كان الكارتونز نعمة. كان في ساندريلا. وفي سيادة صغيرة. وفي هيدا البجعة. في كان كلاس بالتقديم. هلا الكارتونز شعرات طايرة. عيون كبيرة. بتخوف الكارتونز. يعني انا بقول مليح انو انا مش مجوز. ما عدي ولد. لو كان عدي ولد. شو بدي يحضره انا. شو بيهضر الولد. بيهضر هول المخفين. بعدين كمان عوقتنا كان في خلل. الباربي مسلا. انا بتذكر لما كنت صغيرة. انا باربي ما كنت حبها. في حدا بلوند هون ما فيه. انا. باربي ما كنت حبه. هل تعرف؟ لانو مش بالضرورة البدا تكون بلوند. وعيونة زرق يعني تحت تكون حلوة. نزلو لك دورة من بعضها. ايه مضبوط. بس انا كان عوقتي في ساندي. اه ساندي. كانت مثل باربي نحيفة. يعني بيعلموا الولاد انو لزم تكون تحيف المره. ايه. هلا انا ما طبقته. بس انو ساندي كنت حبه كتير لانو شعره اسود وعيونه سود. تبعي من وقته عرف انو. ليه عم بيعلمونا انو لازم واحدة تكون رفعه. وجزابه وشعره بلوند ومفهوك. ليه طيب. ليه عم بتعطو هاليدوكيشن. مقاييشن هللا تبدل. هلأ نحنا بالمدارس شو بيعلمونا. بيعلمونا نظرية في ساورس. مية بمية. بيعلمونا شو رياضية. بيعلمونا فيزيكس وبيعلمونا كيمستري. بيعلمونا كيف نتعامل مع الحياة. كيف ننفس. كيف نفكر. كيف نتعامل. انا بعرف انو واحد بيطبق بس الدين. وانو احلى شي بشوف. في ناس بيطبقوا الدين هيك. وفي ناس بيطبقوا الدين هيك. كل واحد على هواه وعلى طاقفته. انو الولد نضرب مثلا. نضرب ورفيقه. شو المزبوط انو يضربه بعك. ما بعرف. انا برأي ايه صراحة. يضربوا بعك. انا مثلا ضد هايشة هالشي. لانو انت عم بتعلمو الدرب. عم بتعلمو الدرب. دفاع عن نفسه. دفاع عن نفس ما بيتنبيها الطريقة. وقلا منكون بغابة. اذا بينضرب اول مرة. وتاني مرة وتالت مرة. انتكسرت شخصيته للصبي. بس يكبر تعود على الدرب. تعود على انو حدا غريب يجي ضربه. الايغو اللي كنتي عم تحكيلي عنو. راح من عندو المحة. ما ضل عندو ابدا. اذا ما عطيتو حقه بالطريقة الصحيحة. كيف تعطي حقه؟ اذا ضربوا رفيقه. انا هايضر في بياخدو هايك. بالله توقفون. وبخلي اسبوع ما يقعد بالصف. ويضل هيك قدام العالم. تشوف ما بيفكر اربعين مرة قبل ما يضرب تاني مرة. واللي نضرب بدو يشوفو. بدو يشفق عليه. بدو يقول والله مسامحتو انا. خلص خلي يقعد. لانو حقه راح يرجع له. بس من دون ضرب. الدرب هي اقزة وسيلة تعامل بالدني. عنا الاهل كمان تانية بيضربوا الاطفالهم. الاهل. درب الاطفال. اختي شو كانت تقلي تقلي. اخل فيلك شي ولد تنشوف انت كيف بتربيه. بس انا الله بيحبني. اتعملت واشتغلت تقريبا 13 سنة مع اولادزا والاحتياجات الخاصة. يعني كان عندي داون سندرام وتوحد أوتيزم. اصعب كيسز. مية بالمية. ومش ولادي. وبيشهدولي اكيد كل اصحابي بالمدرسة كيف انت عامل مع هالولاد. بعمري صوتي مرتفع. بعمري. بعمري محطة ايدي هيك. مع انو ما كان ولادي. كمال هيك بتطلع بالاميات اللي عندون ولاد وبيضربوهن. ولي عمي كيف قلب تضربي انت اللي خلفتي وانت حملتي تسعة شهور. كيف قلب تمدي ايدك عليه. كيف تفعل ذلك؟ اذا انا قدرت اتحدى هالشي وقدرت تكون بمنطقة. كان عندي بنت داون سندرام. اكيد من دون تسميات. بس من عائلة كبيرة. كانت تاكل الأكل وتبزقه بوشي. أول شهرين. تالت شهر كانت تقول اسمه. توقف هيك. في شي فيك تبني مع الولد غير الضرب. الضرب ما بيخلق غير فشل السنين. متل ما انا فشلت السنين بكتير اشي. لانه كنت انضرب. اخواتي كانوا ينضربوا يمكن ايه. يمكن ما اثر فيهم. يمكن كيف بيعملوا ريتنج لحياتهم. هي حياتهم. بس انا كحياة. اذا بعمل ريتنج لحالي بشوف انه انا ضيعت كتير. وضيعت ناس كتير. وفتت بمتهات ما لازم فوتها. بسبب هالضرب اللي انا عشته. والمشكلة بالاهل. قبل شوية تحت الهواء كنا عم نحكي. بيعيشوا لغيرهم. ما حدا يزعل مني يا جماعة. لما بتتربوا ولد. ربوا الولد لانه بتكون تربوه. مش تحت تفرجوا غيركن شو عم بتربوه. الولد اللي ماشي بالسوبر ماركت. اذا دق بايده او بالغلط. او بقصد. بالستاند ووقع تشيبس ووقع كل شي. هيدا الولد شو بدي يصير فيه. ولا. وليه انا هول الكلمات لما بسمعون. انا بقولك يا حالي. كيف حدا. ناطر يبني مجتمع. ويبني مستقبل. لما انتي ابنك وبنتك. ما بتتحملي شو اللي ما بتتحمليه. ما فضي حالك بالدي ام او. اشتغلي ع حالك. نظمي وقتك. نظمي حياتك. كلنا عنا ضغوطات. بس هيدا الولد ضعيف. الستاند اللي دقو. يمكن انتي تدقي بالستاند وتوقعي. بس ليه بيدربو الولد او بيعيتو. لانو خجلون. خجلون للأسف. الحقيقة المرة. متل كل شي نحنا بنعمله. الولد اللي عمرو. بعرف في فيه طاقة كبيرة يمكن تزعل مني. بس الولد اللي عمرو. بعضو بالبتخت وعم نعملو. ولكم. انت بتشوف قده بيصرفو. يوسي دي. ايه والله. ايه. الوفات الدولارات يا زلمة. لانو الولد. بنت والا. هلا فيه جديد شهايدي. ما كنت عوقتي. هلا بيتفاجأوا. لما تحبل الزهر والازرق. ايوة. بس سؤال. هن الاثنين بيتفاجأوا. مين خبرون طيب. انو منلاقي الاب والام. متفاجئين انو طلع صوي. ان هو الواحد لازم يكون متفاجأ. واحد منو مش الاثنين. ما هيك. نا هو كله سيناريو. كله سيناريو. سيناريو. المرة الحكيم. ما زال انتي دفعتي هالأدقلو في التولارات لهالبيباي. لمين دفعتي البيباي عم بيقشاه. ولا الجارة. الجارة. المجتمع. الحماية. والحماية وأمي ومدرمين. كومان. نحنا بمجتمع. التركيبة تبايتو عم تتبدل. هالأدفي لايف كوتشية. هالأدفي بسيكولوجية. هالأدفي تطور. هالأدفي قرية. هالأدفي كونكشن. هالأدفي جهل. هالأدفي جهل. الناس سايرة ماتيريليستيك. أنا ما عم بقول أنا سينت ديسي. لا. بس عم بقول في شي منه في. يعني في ناس ما عندها تاكل. في ناس ولادة عم بيشلوها من مدارس منيح. عم بيحطوها بمدارس حكومية مع الاحترام. في ناس عن جد أنت فيك تساعدهم بهالألوفات الدولارات اللي عم بتكبون على الشوكولات. في شي منه في. أنا بعرف إنه اللي عم بيبيعشوا كلها هلأ بدو يكرهني. أنا ما عم بقول بس في شي منطقي لازم يكون. ما في منطق بالحياة صار. صار اللي معه. هم. بدو يصرف. مش فارقة معه. مش فارقة. واللي ما معه بدو يطلع فيه بدو يقول أنا ليه هيك. واللي عم بيربي ولاد هاي ديك ما مش فاضي لأنه بدو يصرف يمكن يمكن. والتاني مش قادر. عم بتنق لأنه مش قادرة ما عم تلحق. فبيعملوا كتير جمعيات بسمع أنه في جمعيات مثلا. هذه أحد الأشياء بالمدينة الفاضي اللي عندي إياها. طب مازل في هلأة جمعيات. طب عملوا إحصاء مظبوط يا جماعة. فوتوا بيت بيت يا خي. ما فيه جمعيات الله وعم بيجمعوا مصاري كتير ما شاء الله. فوتوا بيت بيت شوفوا عن جد مين بدو مين ما بدو. قو دير. هلأة في سوشل ووركرز بيتخرجوا من الجامعات. شو بيعملوا دخلك. بس بشوف كم واحد عالتيفي بيطلعوا إنه فاتوا هون حطوا له فتاي. خلص وعد. مش هيك يعني بدو يكون في مسح كلمان يكون في بيس. وفيه بلدين بالعالم فيها بيس بايدوي. لأنه نحنا بالدول العربية يمكن بالأخص بالمناطق النامية. يعني نحنا بلبنان بدك حدا يعمل هالمسح لأنه نحنا مش بالخليج. وجوراتنا مرتفعة وفي معاشات ما شاء الله. وبدون البلد ما تفضوا. كيف تزبط؟ ما بعرف. مع أنه أنا من الناس اللي بعش اقتراب لبنان. ومسافرة تقريبا ثلاثة رباعة دول بالدنيا. يمكن رايح الشي خمسة عشر مرة عاميركا. كل مرة كنت سافر كنت اتطلع على الكالندر قول أمتى بدي ارجع على لبنان. يعني الله قربت 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 قربت. وكنت وصل على المطار ضحكتي هيك. الأمن اللي عم بتطلع فيه. اللي عم بتضحكي. اللي وصلت على لبنان. هو مستغرب. الأمن العام مستغرب. ايه. هو مستغرب. نحنا مستغربين. كل العالم مستغربين. ثم ما كنت حس بالأمان برا. ما في الألفة اللي عنا إياها بلبنان. مع كل النواقص اللي عنا إياها هون. مع مشكلة الكهرباء ومشكلة الماء ومشكلة الانترنت. بعدنا بألف خير هون. ثانيا أنت شخص إيجابي جدا. على الرغم من كل شي قاطعة فيه. بعدك بتعتبر الحياة حلوة؟ كتير. وين؟ حياة ليه حلوة تقلك. ما فيك تكون عم تنتقت حالك. ما فيك تكون أنت مع الله وما بتحب الحياة. هيدا أولا. قانون هيدا أساسي. بتحب الله؟ بتحب الحياة. مش تلاقي حالك بالحياة؟ لازم تلاقي حالك بالحياة. حياة رح تكون سهلة؟ لا. رح يكون فيها تحديات؟ أكيد. رح تكون فيه أشياء بشعة؟ دافنتلي. أنا فيه ناس كتير قراب معي. وبتعامل معهم يوميا. بيكذبوا طول الوقت وبمسلوا. وبعرف. بيكذبوا طول الوقت. لكن الحياة يتبقى. ما فيك تمسك السلم بالعرض. أنت من بيئة مختلفة. هي من بيئة مختلفة. أنا من بيئة مختلفة. مش كل شي بدو يكون عزوئي. عم تفهمني؟ في عشان رح تكون ضدي. ولازم أعرف استقبل هالضد. لازم أعرف استقبل هالضد. لازم أعرف أنا بقول لتعيش مع الحياة. فالس. أنا كتير بحب معنو ما بعرف. لكن. أنا محب بحيشة. بتعيشيها. بحيشة بالروح تبعيتي. بحس إنو الحياة هيك بده. وبالأخص لأنو يمكن أنا. ما بعرف إذا بدون من أسئلتك عندك السؤال. بس. أنا عم كانسر كانسر. أم. 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 أم كان الناس بتكون مكرسحة و عم بتموت ومدرسوا ومدر الله. أنا ما بعرف إذا بتكرسح شي نهار. لكن أنا صار لي إثنت من سنين كانسر. لقد أعرف إنو أنا لم أعدذي أو في ق ngام bell. تعريباً في كزا منطقة عندي كانسر بالعظم. كان الوسطل أيضا وأسبوع الغري. ومدرسوا. وقشوا. أساسوا الحكايات. أحد غير تضحك أو أحد أكتبك أو ما بعرف. بس بيني وبين حالي بقول. هل هيدا الكنسر انه بده يغلبني اكيد ما رح يغلبني دفنتي ايه ورح خزقه ورح مرمره ورح اخلص منه سو بتوين مي اند مي انا ما بعتبر حالي كانسر patient مع انه اوقات صارت انه توجعت صار في اوقات اخذت مسكينات بس حتى بهالاوقات كنتقول انه اتوالباس ما رح يضل هيك اتوالباس سو انا هالقد ايجابية ويمكن الكنسر كان من اكبر الدروس اللي اخطى بالحياة ولهلأ لكل الكيسز اللي بياخدوا معي جلسات بقللون لما بينقوا بقللون ما تنقوا لانه بقرة الصبح اذا وعيتي وعيت وما في ضو بس تقيقة هيك عمال الجحيم طب انا ليه بدي شوف كل شي بلاك ما زال عيوني شي في الاخضر ما فهمت انا في احد الموتيفيشن باكستاني بنسى اسمه دايمن بحبه كتير هايدي بالويلتشير بتطلع فيه مثل الامر بس عملت اكسيدان ضلت على الويلتشير طلع فيه بقول انه تسكت انه انا عم بمشي عم بتحرك بعدني لانه لما صار الكنسر بالبيك تبعه عندي في محل انا كانوا يشيلوني توقف خانك جسمك تعتبرتي ايه تبرتي انه خانك جسمك وقتا ايه هونيك تلحالي لازم تانية توقفي لازم توقفي سو كان يكون ساعة 11 بالليل 11 ونص في اصحاب عندي كندقلن قللن انه بدي اطلع لبرا سو كان يقولولي طب كيف بدك تمشي كنت قلل ما بتفرق بدي امشي كانت رزع حالي مسكوني يمين وشمالي ععدوني بالسيارة وامشي والواجع عم بيخر عظمي بس امشي امشي وقعد وطلب فنجان قهوة ودخن سيجارة وبعرف كل الناس بتقلي انه ولو انتي كانسر وليزم تبطي دخان ومدري شو مدري لي الشي الوحيد اللي بقوله انا ما عم بحمس عالدخان بس اللي بدي اقوله انه هون هو تكنيك وصر كل شي وهون لازم يكون صافي علاج كل شي تاني بمرحلة بهاي المرحلة خسرتي اصحاب تخلوه عنك اصحاب انا ما عندي اصحاب انا عندي ملائكة انا بفتكر ربنا بعاتهم اكيد ملائكة لانه ما ممكن يكون في ناس بهالطاقة العطاء اللي انا شفتهم بحياتي وهن منهم واحد واثنين والتات اكتار بيزهروا من مرحلة لمرحلة بحياتي انه مرحلة وراح خبرك شغلة انا من الناس اللي نمت على الطريق كلتة شهور قدام الدوايهي بجلد ديب كلتة شهور كنت قوى الصبح روح على كافي ليناس كان رضا الله يهني كنت نقدم لي قهوة لما انت كسب لال2017 وراح كل شي ضيعت البيت السيارة كل شي كتش وديونات كنت روح على الكافي افتح الأجندة وافتح اللابتوب وشتغل ابني فريق ولا يوم قلت انا ما راح كون احسن ولا نهار شكت بحالي مع انه نيمي على الطريق كرميل هيك بقول انه حتى بهالتوقيت في مرة ما كان معي ليرة رضا قال لي قال لي كوتش ما جيت اليوم قلت له ما في مصاري اليوم بتا انزل بنزيني قال لي تنزلي وانا بعبيلك انزلت على اليناس قاعدة هيك باليناس انا ما بكذب بايدو وي كرميل هيك بحكي كل شي والناس بقلولي انه كي بتحكي كل شي ما في شي باستحمل طلعت هيك بالتليفون شفت في ويستن يونيون وصل طلعت رفقتي من مصر صار لي سنين مش حكي معي يعني سمعت باللي سار معي بعتتلي 200 دولار قلت كيف هاي انت اكيد معي there is no way طبعا معي واحد الاشياء كيف بلشت انا بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا انا قبل السوشيال ميديا بس سؤال اذا ما عم بقطع الحديث ولكن بهايدي المرحلة الاهل وين الاخوة يعني سؤالك يعني عم تقليلي اختي ف والاختي اكبر مني معاش سنين احسن مني بكتير قلبك كتير طيب بس شي كانت هاندل يعني ما بنشبه بعض انا قوية انا كتير قوية هي ما بعدت برضايفة بس ما خاصة يعني شي كانت سبورني خي كانسلني من حياته قبل ست سنين كليا سبب مصاري كان بدو مصاري كان بدو مصاري كنت اختي لما فتحت مركز تاغذية هيدا الشقفة ما بتعرفه ولا حدا بيعرفه انا ما بحكي فيها كانت فيتح مركز تاغذية بالشار الأوسط كله ما في مثله عالطيونة اوكي سو ديانت ديانت من هون ومن هون من هون هنين كانوا من هالناس اللي ديانت منهم عشرة تلاف دولار وهنين مش بحاجة يعني منهم مليونيرية بس مش بحاجة اوكي من سكان الكويت سو ما رديتون لأنه المركز تاغذية راح من ايدي بيكون بين كتير جميل راح كل شيء وقته بالعالفين سبت عاش اللي عم بذكره افريثين اذا بفرجيك الصور بتبكي هلا هلا اللي اخدوه من ايدي مضيانو في تسكر متل ما هو بس راح شقفة مني وقته بس كمان ايديدن كيفوب والاخ هون تخلى بي الله يرحمه توفق قبل سنتين بفتكر صح الله بيكون كاتب لكل واحد موته بس كمان الله عطانا اختيارات و الله بيقشع و بيعطي منافذ بي يمكن كنت اقدر انقذه لو كان في مدية اكتر وكان لو كان في تحكيم افضل ومستشفى احسن بابا كان هو كنزي الوحيد بالحياة لما توفى توفى بي اب متل هلا انا ما بكيت كتير دمعت بس ما بكيت الناس كانوا استغربين مصطومين فيي ما حدا اجعل دفن غيري بيدو وي دفنتوا لحالي من اهلي من غير لي ما في في ناس ما فيك تخلق لهم احساس ما فيك يعني في اشي ما فيك اتعلمه ينو في اشي بتجي مع البني ادم بس بابا كان يقل لي شغلة كان يقل لي بنتي بس شوفك انت سعيدة ما بدي شي تاني بالدني سو انا كل ما بتذكر هالكلام بقول انه انا لازم كون سعيدة وبي كان يدربها سنين عمره سو انا تضربني هلأ انا ما كان زمبي بس انا عم بطيها مبرر لانه ديس هاو يحفوه تو حتى ما تكون في بقلبك ايجراشن او روح الانتقام اللي مش حلوة ما بتحرز الحياة واحد يعيش بقلبه او بمشاره في روح الحقد او الكراه أو حتى التفكير السيء ما بتحرز. عائلة عمات خالات ما فيه. أفش يعني ما فيه. بتطلع بالناس بقول اللي بينلموا بعيلتهم. أنا من الناس اللي بحيتي ما غيرت بيدوي ما عندي غيري بالمرة. بس بتطلع هيك بقول شو حلوي يعني إنه واحد يكون عائلة كبيرة هيك خالات عمات و بيروح و بيجو. You know I never had that. حتى ببيتنا ما كان في عشوات وعزم عزايم. كن ديمن أحلم إنه بدي أعزم هاي و بدي أعزم هاي كرميل هيك. لما أنا صار عندي بيت بلشت أصرف عن ناس تلقائيا ينو. جيب هاي وهاي وتعوه وكله وروحه وشي زرق. ثانيا على الرغم من الطفولة اللي عشتيا. لأنه أنت عم تحكي عن الأهل بي هلا بهاي دي المرحلة بكل حب حنين. إلتي كنزي إلتي مام إنو هي بررتي لأخطاء. أنت ضد الانتقام كليا وما عندك حقات تجاه حدا. كليا حتى. انتقام بضرها بضر صاحبه أكتر ما يضر الشخص الثاني. ما فهمتك. انتقام بضر صاحبه. انتقام بضرك أنت المنتقم هو اللي بضرها حاله. لأنه الله أكيد ضد الانتقام دفنت لي. ما في شي بهالطريقة بتنحل بالدنيا. أنا في أبعد عنك بس مش بالضرورة أنت قم. الأزة صح أوقات الأزة بيضل معك أو بيأذيك بيأذي عواطفك. مثل ما أنا لاتلي في كتير ناس دربتهم الشهور. أيام الكورونا يا زلمة زيكار بيعرف وزيكار إحتى المعجزات اللي حصلت بحياتي بايدوي هيك جيت بعى السوشال ميديا. أنا كان عندي فريق تقريبا سبعة تلاف شخص مع شركة كتير كبيرة من دون دسمية. دربت ناس بأيام الكورونا كنت أفتح 24 ساعة زوم لما كنا بالبيت. كل الناس اللي كانوا مهنسين بانكرز معالمات عاديم البيت. أنا بفتكر وياريت يسمعوني بفتكر إذا رجعوا بالذكرة لها الأيام لو أنا ما كنت موجودة بها الأيام وعطيت اللي عطيته كان تلك تربعون رح يكون تحت زاناكس أو لكزوتانيل أو عم بتعالش مدرشو. قدمت لهم حيات عائلة دومن زوم ميتنغز مع تدريبات ومهارات وسكيلز وإنترتيمنت. هل يمكنك أن تفكر؟ عملت فريق كتير كبير كان مثالي بس تقريبا كلهم بيعوني. لأن هذا هو الحياة. أحد هالناس لما الشركة بطلت بالشهر الأوسط في نومبر الماضي. أحد الأشخاص قال لي كوتش أنت لازم ناس تعرفك تطلعي. فهوني قلت له لزيكار يجي. وزيكار إجاء فور فري. زيكار هي تالنت. عمره كان 16 عندما تعرفت عليها. الآن 18. زيكار من الناس الموهوبين بالسوشيال ميديا. فهو بيركب لي الفيديو. هو بيعمل كل شيء أنا عندي إياه. حتى الأفكار هو بيعطيني إياها كثير من الأوقات. بيتابع القراء تابورتي المتابعين. شو عم بيحكو شو عم بيحطوا كومنتات. وقال لازم نفسه بيعطيني إياه شو عم بيحطة من الأوقات. لذلك، أقول لي أنت كوتش. لأنني دربتوا سنتين بضمن الفريق. وليس يعلموني بردلاتي تقطعين. لذاً، أقول لي أن أحد أقول أن الناس جدا. هذا ليس كل ما بشعة. هذا ليس كل ما بشعة. بس فيه ناس ملايين مثلك إذا أنت حاسس أنك أنت منيح لازم يكون فيه ناس مثلك منيح مضبوط طبعا تانيا بريك ومنرجع تانيا رجعنا من البريك استمتعنا كثير ما قبل البريك عرفنا كثير خبار كثير قصص عنك نصايح للمجتمع حلقة الريت تبع عالي جدا لا تقدر بتمن كلمك رائع جدا شكرا شكرا تانيا عن جد سؤال المجتمع كيف ينظر للمرأة حسب أنا بالكومنتات عن جد بشوف كومنتات غريبة عجيبة الناس بتفكر قوات أنه أنا مسك المرأة وماشي يعني ومكانس لرجال مش هيك مش هيك بالمرة رجال عنده وضع والمرأة عنده وضع بس ما حدا يزعل مني أنا ما بشوف مساواة بين الاثنين يعني أنا بشوف الله خالي الزكر بمعطيات غير عن المرأة ما عم بول مين أحسن من الثاني ما في حدا أحسن من الثاني بس ما فيك تقارنوا أنت تساويهم you know فالمرأة بالإجمال للأسف بمجتمعاتنا ما في حرية مطلقة للمرأة والحرية اللي أنا عم بحكي عنها إذا حكيت هلأ على الهواء رح يقتلوني فأنا بفضل ما أحكي عن هالموضوع بس أنا لو كان عندي بنت كنت رح ربيه أنه تعرف الشخص اللي بدأت تتجوزه قبل الزواج كل تفاصيله من دون شرح أكتر كل تفاصيله أنا مؤمنة أنه المرأة لازم تكون حذرة وقت ما تتجوز يكون عندها نضوج أنهم يحطوا قانون ما يجوزوا النسوين البنات بعمر العشرين والتساطاش والتمنتاش والواحدة وعشرين حرام عجلة حرام أنا كفسيكولوج عمولة يعني اللي عمره واحدة وعشرين بعده ما قال آه يعني حرام بهالعمر يعطوا مسئولية تربية ولد شو اللي بدأتربي بهالولاد ما هي بعض عم تتطور بس هي بالغة راشد عقليا فكريا يعني 23 وعشرين هو يعتبر آخر عمر أوكي أنا معك 23 للرشد نحكي دنقول سن الرشد بفوتوا ب23 23 ماكسيوم بيكون عندك النقل النوعية بحياة الإنسان تمام أنت ب23 وعشرين ركز معي بالكلام أول عشرين سنة أنت اخترت شيء بحياتك لا كله كان لواعي أهلك الله اختر لك ياهن طبعا مدرسة هنه نخترو لك ياهن سو انت براكتكلي سبيكين للعشرين مش حامل شيء بعدك بدك تخرق بالعشرين سو من العشرين للثلاثين هي البارت اللي واحد اختيارك بيقدر يلاقي هو مين الـ الـ انت كيف يا زلمي قبل ما تلاقي الـ تبعيتك ترتبط مع شخص آخر انت كنت رجال انت كنت مرة وبدك تحمل مسئولية بيت كيف هاي بالثلاثين بقدر استوعب انه واحد حتى البابا لما ما بعرف اذا سامع عنا البابا اللي بيخلق لما الامية بين الثلاثين والخمسة والثلاثين مختلفة عن البابا اللي بيخلق بعمر العشرين والواحدة وعشرين بيكون نضوجه كتير اقوى للبابا والدليل على كلامي انا انا عندي اخت وخي انا ما خاصني فيهم يعني ما بنشبه بعض بالمرة هنن بيشبهوا بعض اكتر انا غير نمط انا امي جيبتني عمرة 33 و30 هنن امي كان عمرة 18 و19 تفرو تفرو لذا النضوج لازم يصير ل30 بال30 كتير حلو يعني انت بتعتبر سن الزواج بمجتمعنا حاليا هو 30 سنة لازم يكون 30 انت قداب تشوف كمية طلاق كتير لي سبب 70% من النساء اننا اللي بيطلبوا الطلاق ولكن ركز معي انا عمري 21 طيب شفت واحد عنده سيارة وبيت وكل شي مهية واهلي كتير فارس احلامي تمام فارس احلام جوزت صار في مشاكل بالعلاقة الجنسية هاي دي اولا لانو علاقة جنسية ما بنعرفها قبل زواج بطيخة هي اوكي هيك المجتمع يس صحيح بعدين اتجوزت صار عندي ولاد ربيتهم وواهوي ومدرسة ومدرشة وطبيخ وصارهم من قبل 29 30 صرت امرأة ناضجة فقت فقت بلشت شوف اغلاط اللي قدامي بلشت اقول لا هي هيك عيشة وانا لا هيك عيشة هونيك ببلش الكون ماركس هالي يا تورا بتطلق ولا ببقى طب الزلمة ما عمل ما عايشي غلط بحمبي عمرو ما غلط معي بس انا مني سعيدي معو انا مني سعيدي معو اتعلم كماني اي هاو كماني اي هاو كماني اي هاكتش كتير الزلمة منيح راكز الزلمة منيح بقى مالشي لا دربة ولا بخيل مع ولا شي. لكن بعض الانتجت وشافت أنه لا تتحق. هذا المجتمع. تخلف. للأسف. طيب كنتي عم تقولي من شوي أنه لازم تعرف كل شيء عنه. يعني أنتي مع المساكنة. مع؟ مساكنة. دع فضلت لي. لكام سنة عهد الحديث. مش كلا هيدا الموضوع كتير بطول حديث عنه بس راح قل لك أنا من الناس اللي. مع المساكنة بعمر الواحد وعشرين سنة؟ أنا سكنت. كان عمري 18. لأبقيت معه 14 سنة. سكنت من نفس البيت. المجتمع وقته طلع فيي هيك. بالطبع لا أعلم. أنا بحب غنيت مجرمي. لذلك فرانك سيناترا. شو ما بنقى أنا بدي نقى. أنا هيك بعرف. فالناس طلعت فيي أنه أنا مثل مجرمة يعني. أمي قطعتني. زعلوا أهلاتي ومدرشوا. بس بعدين. هي أنا تعلمت كتير إشي من هالأكسبرينس. أي أكسبرينس تانية. حتى الموساكنة عملتها. بس لأنه أنا ربيانة بتخلف. إنه هيدا أول شخص فيتع حياتي. ولازم يكون آخر شخص. ضلتني 14 سنة ناطر أتجوزه. حتى إثبت للمجتمع أنه أنا نظيفة. وبالفعل أنا كنت كتير نظيفة. كنت عيشة بقوانينه. كأني مجوزة. عم تفهمني أنت شو المنطق تبعي؟ ثم ما خاص المساكنة ولا الزواج ولا الكنيسة ولا الورقة ولا. مش الورقة اللي بتعطيني الشرف. مش عم تعطيكي الشرف. عم تعطيكي حقوق. أي حقوق هذه. 14 سنة. 14 سنة إن إحنا عم نحكي مساكن 14 سنة. هو دمر حياتك وقتلك بزروة شبابك. 14 سنة من 18 للأربعة للتنين وثلاثين. سؤال من دمرني هو ولا أهلي. أهلك بررتينهم بس هو كيف دك تبررينهم؟ أهلي بالدرجة الأولى هني اللي ما عرفوا يربوني. ربوني ركيكة خيفة. ما بعرف عبر. كرميل هيك قدر علي. تبلي الفتاة هلأ اللي عم تحضرنا تعيش. نفس فترة المساكنة اللي عشتيا أنت. تعيش نفس التجربة لو أربعة خمس سنين. أنا بدي أسألك سؤال. لنقول أنا تجوزتو كان عمري وقتا 18. أتجوزتو وصار اللي صار نفس الطريقة. صار عمري واحدة وقتتين. أخطي أول شي حقوق لألك. حقوق شو هي مساري عملك. ما بعرف حقوق اجتماعية منزلة اجتماعية. شو هي الحقوق ما في غير المصاري. ما في غير الحقوق. المنزلة. ما حياتك هيك راحك. إذا أنت متجوز على أضرب. قلتي ما بدي يتخلى عنه. كرمال المجتمع يشوفني عن جد أنا هيك. أو عن جد المجتمع يتغير نظرته تجاهي. وأهلك يبطلوا يحكوا معك. إذا نحنا عايشين بهيك بقرة. أنا ما فيني يكون غريبة عن هيدي البقرة. يعني أنا ما فيني يكون غريبة عن هيدي الدائرة. أنا عم بفهم اللي أنت عم تقوله. هي وفيه وجهة نظر ما عم بقلك لا. ما أكيد ما بتمشي كل المطارح بس. أدي في ناس عيشة برا عيالهم مساكنة بالمخفي. كتير. ثلاثة ربال مجتمع يا زلمة. وأنت عم بتلومني عم بحكي عن المساكنة. وهلأ اللي عم بيحضرني بده يقول واو عم بتقول مساكنة. ما أنتو عم بتخونوا أزواجكن وأنت عم بتخون زوجاتكن. والمجتمع فارض أصلا. أفضل شو واحد يعرف اللي بده يتجوز وتما ينتهي على هالنهاية التعيسة. مش أحسن. سؤال صريح شوي. إذا صار المساكنة رح يتجوزها. في كتير بيتجوزوا. في كتير بيتجوزوا. طيب لي ما بيتجوزوا لأنه بيختلفوا. لأنه خلص. أنا بارف المنتاليتي اللي أنت عم تحكي عنا. هي المنتاليتي اللي أنا تربيت عليها. إنه أنا هو أخذ كل شي من البنت. وخلصت الحكاية. هيدي كل شي من البنت. هيدا اللي أنا بعدني مش فاهمته. نحنا عم نتطور يا زلمي عم نتطر. في تطور بالدني. شو اللي بدو ياخدها. هي مش العلاقة نحنا حاصرينا فقط بالتخط. للأسف. لا مش بس عم نحكي عنها. للأسف. في علاقات تانية بده تعلم بالمدرسة. البنت اليوم. بتعرف إنه أنا لما كنت صغيرة. أول شي ما ما خبروني عن بيريت. تاني شي كان عمري سبتعاش. أول مرة تعرفت عليه سبتعاش ونص. عرفت إنه إذا أنا باسني ما بحبل. تسابتعاش ونص. تتكنت بي. كمان. اللي عم بيسمعني وعنده بنت. بنتك بيحق إلا تسمع من إما كل التفاصيل. إذا عندك ولد. ابنك لازم يسمع من البي. مش 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 من رفعة. مش شارع. بس نحنا عنا طبو. طبو. أنا لما بحكي عن السكس مع كاستمر. بتطلع فيه بحس بحس بحس. تلبك. بدو يتخبه. طلع يقول أنا أنا شو حكيت يعني. شو على مصيبة اللي حكيت فيها. ما الدنيا قيمة قاعدة عليه. ما فهمت يعني. ليه هالقد مخبية الحكاية. في ناس عن جد ما بتعرف أصول العلاقة الجنسية. في ناس عنده متاهة هونيك. متاهة كتير كبيرة. وما عندن أجوبة. والمصيبة ما بيعرفوا مين بدون يسألوا. بنهاية هذه النقطة. متل ما في أصول العلاقة الجنسية. في أصول العلاقة العاطفية والعلاقة الزوجية. صحيح. المساكنة هي بتكسر كل هايدي الأصول. وبتكسر كل القواعد والحواجز. هايدي فقط. أقول لك. وجهة نظر. ومثلك في كتير. وفي مثلي كتير. يس. أوكي. أنا اللي بشوفه بالزواج. ما بآمن إنه الخطبة. هي فقرة. للتعرف. بتكفي إنه واحد يتعرف على الثاني. لأنه وقت الخطبة. أنا بدي زيح الكرسي. تتقط. بدي حطلها الجاكات. بدي قلها بونجور يا عمري. بدي عمل كل شي ما راح عمله بعدين. طب واي. ليه طيب. ليه بدي يضحك على العالم أنا. ما أنت يا ابن الحلال ما بتلبس جاكات. ليه عم بتلبسها هلا. عم بتفهمني؟ صحيح. وليه هالمشكلة؟ لأنه لما بيكونوا ولاد صغر. الولاد بالمجتمع طبعنا بيعطوه شو؟ سيارات. ومفك. ممنوع الصبي يمسك باربي. لشو الباربي للصبي؟ بيلبس الزرع ما بيلبس. طب الصبي كيف بيتعرف على المشاعر؟ كيف بدي يعرف العطفة شوية؟ يعني فيه اشي أنا بشوفها كتير حوالي بس. مش دايما بحكي لأنه. أوقات بعرف أنه بدي انصد. لأنه كلامي مش مع الكل بده يمشي. فيه ناس راح تكون ضدي. فيه ناس ما راح تستقبل كلامي. بس أنا عشت يمكن كتير مراحل وكتير تجارب ويمكن أنا بالفعل لازم أعمل كتاب. لأنه أنا بقدر أعمل كتب عن حياتي. قدي فيه تفاصيل مرة. تجارب. قدي فيه تفاصيل بتعلم. بس هلأ بالجلسات ومع الكيسز اللي بشوفها أونلاين. بعرف أنه كمية الناس اللي عم تنقذى بزواجاتها كبيرة. ما بتتخيلها. السبب؟ مجتمع؟ سوشل ميديا؟ نعم. فقر؟ جهل؟ كلهم تقريبا مجوزين أعمارهم 18-19-20. أوكي. مارئ هلأ عشرين سنة. ما في عائلة. فيه تفكك. فيه خيانة؟ لك الخيانة شو تعريفة بايدوي. أنا عملت ريال عن هالموضوع. أوكي. بالنسبة لقالي أنه أنا جوزي. لقيت عنده شي ميسج. هم. هيدا بسمي يمكن خيانة. بس إذا جوزي سفر. و... وفزع. وفزع. هاي مش خيانة لأنه وما تزعله مني بس لأنه الرجال معطياته تختلف عن المرأة. فيزيكلي. نعم. لذلك. ما بتعتبر بس إذا تكفى الحكاية أو كان فيه يمكن. ارتباط. مساجات صور يعني فيه عاطفة. هاي دي خيانة. بعدين الخيانة مش بالضرورة تكون بالعلاقة. الخيانة ممكن تكون بالتفكير. ولكن العلاقة لأنه منشافة ومسموعة وملموسة أكتر. فهي أكتر شي يمكن بتأثر بالزوجة. صحيح. بس. كتفكير هي مش هتعرف هو بشو عم يفكر. ولو هتعرف هي يمكن شو عم يتخيل. أصلا. يمكن تعرف شو لازم يعملوا. لازم يعملوا عن جد معهد. هيك كوبرز يروحوا. مثل ما بيروحوا الكوبرز كوبرز تيرابي. يروحوا عن معهد يتعلموا أصول التنازلات اللي لازم يعملوها. والكمبرميز اللي لازم يعملوها. لازم كل واحد. تنازل الزوجة وقت الخيانة؟ الزوجة بدأت تنازل والزوج بدأت تنازل. لأنه بيئتين مختلفتين. أوكي يعني أنت مع نزوات الرجل بحياته؟ مع؟ النزوات؟ بالعلاقات العابرة؟ بدأت تصير النزوات. طب ومع نزوات الزوجة؟ مجتمعك ما بيقبل. ليه؟ هيدا اللي أنا كنت عم بقوله دايماً المجتمع حاطت كادر للمرأة. أوكي. بس مش حاطت كادر للرجال. أنا ما عم بقول ما في رجال مظلومين. في كتير رجال مظلومين. ليه مظلومين؟ لأنه اتجوزوا لأنه لازم يتجوزوا وليزم يخلفوا وليزم يأسسوا عائلة. بس المرأة اللي قدامه مش هي الفاتاة الأحلام اللي هو بيحلم فيها. أو المرأة عامة لما بتتجوز بتقل الشغف تبعيتها مع الرجال بعد فترة لما بيشاركوا ولاده. وهي دي مش شكلة رئيسية كرمال هيك عم بقلك أنه لازم يكون في سقافة تتقدم للك. قبل ترابي بقلب معهد الناس كل المجوزين يروحوا مثل المدرسة يعملوها شهادة يمكن. بتا واحد يتعلم كيف ممكن يعطي سبيسينج وكيف ممكن يشوفوا الحل اللي بلي قدامه. كل شي بدنا تنشن. لك سر الحياة تنشن. لما بتتعلم كيف تعطي تنشن للي قدامك تسحره. سو الزوجان لازم يتعلموا كيف كل واحد بيقدر يعطي تنشن للتاني. مش الزوج يجي عالبيت تعبين خالص بنتهم الشغله. انت بدك تشتغل. أنا كمان بدي يشتغل يمكن بس انت لازم تعرف انه لما بتفوت من عتبة البيت. في ناس هونيك لازم انت تعطيهم تنشن. والأتنشن ما راح يصير لما انت بتاكل وبتشرب وبتنام لأنك تعبين. وبدك توعى تسمع الأخبار أو بدك تلعب طاولة أو بدك تروح على الباب أو بدك مدري شو تعمل. في مرة كيان في كيان بالبيت لازم ينقشع. ونفس الشي تطبق على المرأة. الزوجة اللي جوزة بيجي عالبيت وهي ملت هي عالتليفون. وعالواتسابات. أو بدك تروح عند أهلة أو بدك تروح مدريوان. والتعصي ضايع عم تفهمني. تعب قدي أنا كمية الناس اللي بشوفها هيك. كتير. طلع هيك بقول. يا عمبي. مش إيش عالجوزة. مش إيش ريته. مش إيش ريته بالمرة. وإذا بتسأله ليه هيك. شو بيعمل دخلك هو. تعرف شو الحديث. تعرف شو الحديث. تعرف ما؟ الجوجمنت. عم بتقاضيع شو. لأنه منه ناجح مثل مدريمين. وما عم بيجيب مصاري كتير. أو ما عنده سيارات فحمة. فأنا شو بدا يسير. في كتير قصص وصور بشعة. من الميلتان. لذلك يقول لك فيه سقافل إزم تنبنى بالمجتمع الجديدة. هل يا تورة صعبة؟ إيه. هل يا تورة مستحيلة؟ لا. تانية المرة شو بدا من الرجال؟ المرة؟ شو بدا من الرجال؟ أمان درجة أولى. نومبر وانيز أمان لأنه نحنا منكبر بعدم الأمان. المرة للأسف بمجتمعنا الشرقي. أنا بتذكر من حالي. عادي منيح. سكري إجريكي. ما تحكي كتير. أنت صغيرة. أنت ما بتفهمي. فوتي على الغرفة. بسو أنا أكيد ما رح كبر بأمان. دايما رح دور على السيكوريتي مطرح تاني. للأسف الشديد. لذلك أول شيء المرة بتطمح له مع الرجال هو الأمان. اليوم إذا هجموا اثنين عليّ متل ما أنا هجموا عليّ بالالفين وسبعة عشر وصرقوا الشنطة وضربوني. حكيتي كتير طويلة هبل لك. لديك حلقات معي. لا تلات حلقات. نعم نطالب تلات حلقات. هجموا عليّ. أنا ما قدر دافع عن حالي. أوكي. هلأ الأمي بتقول إنه لو كان عندك رجال يا حميكي ما كان صار اللي صار. يا لو. لو. بس بس في كتير نسوين أنا بعرف للأسف عندهم رجال بس متل قلتهم. اللي عم ندور عليه مش هو الصح. انت مش بالرجال بدك تدور عشي. انت عم بتدور على بارتنرشيب. رحلة عمر. رحلة أنا وياك أنت بتحب الكتابة أنا بحب الرسم نقعد سواء أنت بتكتب أنا بشم. بدنا نلاقي بيننا والاختلافات أنا بدي قبلة يمكن أنت تحضر فوتبول وأنا ما بحب فوتبول مارا أنا. بس أنا أنا بقلك مسلا أنا بعرف كل الألعب كل أسماء اللي بيلعبوا فوتبول وأنا من برازيل أكيد. فليه بعرفون تواكب الناس تواكب اللي حوالي بس في نسوان فوتبول ما جاوزك بيحب الفوتبول شاركي تعلمي الأسماء شوي اهتمي باهتماماته منه كتير صعبة منه صعب المرأ شو بده تاخده على كفا تشربه فنجان قهوة لك بتشتري كل اللي قاعدة فيه بس تاخده فنجان قهوة المرأة متطالباتها منه كتير صدقني هلا ما تشوف النسوان اللي في قلال اللي بيحبوا الدايمونز والمدرشو وبده يكون الله يبعدنا عنه لا بالإجمال المرأة الاتنشن بكفيع مع فنجان قهوة حكينا عن الطلاق حكينا عن شو بده المرأة من الرجال حكينا عن كتير أمور بس ولكن في عنا نقطة أساسية بالحياة عم يتعرضوا لها صغار وكبار صاروا مش بس صغار تحرش بس لجيب الهايكا زيان بابن ساعة نهار كان عنا تحضير بدنا نلقي عن أي موضوع بنختاره خصه بتفولتنا فأنا كتير ليحقني هالموضوع مش عارفة كيف بدي عبر عنه فرحت عن البروفيسور قالت له واحد اثنين ثلاثة بس أنا بحياتي ما بعرف يعني كيف بدي قالت لي مثل ما عم بتخبريني اياه بتطلعي عستيج بتخبريه كنا أربعين شخص لما طلعت عستيج عم بتخبر عنه انت ما بتتخيل كمية البوكالي أنا بكيته بكيت وأنا عرفانة عرفانة فبعدين بعد سنين لما صرت بسيكولوج شفت انه في كمية ناس عند OCD كتير بيستبع في تحرش OCD هو obsessive compulsive disorder اللي فيها هوس وفيها توتر وفيها تنظيف ومدري شو أنا كان عندي cases بفوتوا على الحمام بيحموا حالهم ست مرات هون مثلا خمس مرات هون برق عم بيمشوا شو عم بيعمل عم يشيل بصمات عم يشيل بصمات هالوجع التحرش اللي صار أو الاقتصاب اللي صار أو اللي هو قد في أولاد صغار بيصير التحرش من أخواتهم قد في أولاد صغار بيصير التحرش من خالاتهم من عمومهم انت ما بتتخيل الرقم ما بتتخيله والمشكلة أنا عم بحط الغلط ولا شيء بيكون نفسي بيكون شيء احسن معه حولوا لهالشي that's why you have to be alert مع ولادك وين ولادك مش بس واحد يفكر ابنه اللي صار عمره 16-17 ياه مراهق ولازم فتح عيوني لا عيونك لازم تكون مفتوحة ع ابنك اللي عمره 4 سنين وبنتك اللي عمره 6 سنين كيف يقدر الأب والأم يعطوه فرصة لهيدا الطفل اللي تحرشوا فيه انه يعبر لهم لأهله yes إذا بتقضي وقت منيح مع ولاده في مئة طريقة وطريقة تتعرف في القومة اللي بيلعبوا فيها في أكيد بيدوي في شعب ما رح سمي الشعب اللي بيحبوه واللي كلنا منحبوه هيدا الشعب تعرف شو بيعملو هيدا جديد عرفته من أحد الكاستمرز اللي عندي بالأراضي المحتلة قالت لي هونيك لما الولد بيصير عمره خمس ستين ستة ستين بيختوه على تيرابيست كلهم كل الأولاد اللي عمرهم خمس ستين ستة ستين بيختوه عن تيرابيست والتيرابيست بيويك بولا عمر 18 إماجن بـ 18 بيعملوا بوت كامبينج بيعملوا البراين ووش هونيك بيعملوا لذلك هوني بيعملون تيرابيست شو بدو يعمل تيرابيست ما أنا أحلى تيرابيست أنا الأم تانيا للأسف فوقتنا خلص لبنا نعيد الحلقة مرة واثنين وثلاثة شكرا كتير لألك بنهاية هيد الحديث الرائع بدي منك رسالة لكل حد هالي اللي عم يحضرك سمع حلقتك من الأول للآخر أول شي بدي تشكرك بدي تشكر زهراء بدي تشكر هالقناة الجميلة اللي يا رب الله يوفقكن شكرا أنتو اكيب بايدوويت أنا كتير بأيمان بالطاقة الطاقة كتير حلوة عندكن كتير حلوة قبل هالمرة أنا كيني بمطاريح بايدوي أنا كنت مزيعت أخبار بالإزاعة فان لسنين عمري بس عندكن هيك شي حلو في توافق عائلة واحدة نحن هون اللي بدي يقوله أنه مشاكلنا ما رح تخلص يعني مشاكل بالحياة اللي عم بيسمعني لأنه بيقول أنه طيب أنت ما بتعرفي أنا أقدم أنا أزي ما بتعرفي أقدم أنا كل يوم في عندي آخ ما بتعرفي أقدم معي مدييتي قليلة أولا أنا بعرف أنا اللي بعرف بس بعرف أنه آخر نهار قبل ما حطرة ساعة المخدة لازم يكون ممتنة لربي لأنه مرة سمعت سمعت من زبوني عندي مسلمة كتير حبيتها قالتلي لما نحنا من نام منروح على السماء طبعا إنه ممتنة لتعرفي ممتنة لتعرفي ومن وقت ما أسمعتها كل ما بالدينام بقول يا رب بس تسامحني وإذا ضررت حدا من دون ما حسيت تسامحني وبس أفتح عيوني الصبح بعمل بطبق نظام من الروبنز اللي أنا كتير بسمع له 17 سنة قبل ما تشوف الساعة قبل ما تفكر شو عندك بنهار جس طلع قول I'm grateful and inside Thank you Tanya Chaka Thank you شكرا